بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الأول من دروس تفسير سورة القمر للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيات الأولى والثانية والثالثة من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيتي يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر يقول الإمام في تفسير قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر أول السورة مناسب لآخر ما قبلها وهو قوله تعالى أزفة الآزفة فكأنه أعاد ذلك مع الدليل وقال قلت أزفة الآزفة وهو حق إذ القمر انشق والمفسرون بأسرهم على أن المراد أن القمر انشق وحصل فيه الانشقاق ودلت الأخبار على حديث الانشقاق وفي الصحيح خبر مشهور رواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم وقالوا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الانشقاق بعينها معجزة فسأل ربه عز وجل فشقه ومضى وقال بعض المفسرين المراد سينشق وهو بعيد ولا معنى له لأن من منع ذلك وهو الفلسفي يمنعه في الماضي والمستقبل ومن يجوزه لا حاجة إلى التأويل وإنما ذهب إليه ذلك الذاهب لأن الانشقاق أمر هائل فلو وقع لعم وجه الأرض فكان ينبغي أن يبلغ حد التواتر نقول جوابا عن هذا الإشكال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتحدى بالقرآن وكانوا يقولون إنا نأتي بأفصح ما يكون من الكلام وعجزوا عنه فكان القرآن معجزة باقية إلى قيام الساعة ولا حاجة إلى التمسك بمعجزة أخرى في إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقله العلماء بحيث يبلغ حد التواتر وأما المؤرخون فتركوه لأن التواريخ في أكثر الأمر يستعملها المنجم وأما المؤرخون فتركوه لأن التواريخ في أكثر الأمر يستعملها المنجم وهو لما وقع الأمر قالوا بأنه مثل خسوف القمر وظهور شيء في الجو على شكل نصف القمر في موضع آخر فتركوا حكايته في تواريخهم والقرآن أدل دليل وأقوى مثبت له وإمكانه لا يشك فيه وقد أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيجب اعتقاد وقوعه وحديث امتناع الخرق والالتئام حديث لئام وقد ثبت جواز الخرق والتخريب على السماوات وذكرناه مرارا فلا نعيده وقوله تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر تقديره وبعد هذا إن يروا آية يقولوا سحر فإنهم رأوا آيات أرضية وآيات سماوية ولم يؤمنوا ولم يتركوا عنادهم فإن يروا ما يرون بعد هذا لا يؤمنون وفيه وجه آخر وهو أن يقال المعنى أن عادتهم أنهم إن يروا آية يعرضوا فلما رأوا انشقاق القمر أعرضوا لتلك العادة أي أعرضوا جريا على تلك العادة وفيه مسائل المسألة الأولى قوله تعالى آية ماذا أو ما هو نقول آية اقتراب الساعة فإن انشقاق القمر من آياته وقد ردوا وكذبوا فإن يروا غيرها أيضا يعرضوا أو آية الانشقاق فإنها معجزة أما كونها معجزة ففي غاية الظهور وأما كونها آية الساعة فلأن منكر خراب العالم ينكر انشقاق السماء وانفطارها وكذلك قوله في كل جسم سماوي من الكواكب فإذا انشق بعضها ثبت خلاف ما يقول به وبان جواز خراب العالم وقال أكثر المفسرين معناه أن من علامات قيام الساعة انشقاق القمر عن قريب وهذا ضعيف حملهم على هذا القول ضيق المكان وخفاء الأمر على الأذهان وبيان ضعفه هو أن الله تعالى لو أخبر في كتابه أن القمر ينشق وهو علامة قيام الساعة لكان ذلك أمرا لا بد من وقوعه مثل خروج دابة الأرض وطلوع الشمس من المغرب فلا يكون معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كما أن هذه الأشياء عجائب وليست بمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقال الإخبار عنها قبل وقوعها معجزة لأن نقول فحينئذ يكون هذا من قبيل الإخبار عن الغيوب فلا يكون هو معجزة برأسه وذلك فاسد ولا يقال بأن ذلك كان معجزة وعلامة فأخبر الله عز وجل في الصحف والكتب السالفة أن ذلك يكون معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون الساعة قريبة حينئذ وذلك لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامة كائنة حيث قال بعثت أنا والساعة كهاتين ولهذا يحكى عن سطيح أنه لما أخبر بوجود النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أمور تكون فكان وجوده دليل أمور وللتوضيح أقول سطيح هو الربيع المعروف بسطيح الكاهن الغساني الذئبي من ذرية ذئب كما في وفيات الأعيان وأيضا القمر لما انشق كان انشقاقه عند استدلال النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين وهم كانوا غافلين عما في الكتب وأما أصحاب الكتب فلم يفتقروا إلى بيان علامة الساعة لأنهم كانوا يقولون بها وبقربها فهي إذن آية دالة على جواز تخريب السماوات وهو العمدة الكبرى لأن السماوات إذا طويت وجوز ذلك فالأرض ومن عليها لا يستبعد فناؤهما إذا ثبت هذا فنقول معنى اقتربت الساعة يحتمل أن يكون في العقول والأذهان يقول من يسمع أمرا لا يقع هذا بعيد مستبعد وهذا وجه حسن وإن كان بعض ضعفاء الأذهان ينكره وذلك لأن حمله على قرب الوقوع زمانا لا إن كان يمكن الكافر من مجادلة فاسدة يقول الإمام إذا ثبت هذا فنقول معنى اقتربت الساعة يحتمل أن يكون في العقول والأذهان يقول من يسمع أمرا لا يقع هذا بعيد مستبعد أي بعيد في حكم العقل وهذا وجه حسن وإن كان بعض ضعفاء الأذهان ينكره وذلك لأن حمله على قرب الوقوع زمانا لا إن كان يمكن الكافر من مجادلة فاسدة فيقول الكافر قال الله تعالى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ويقولون بأن من قبل أيضا في الكتب السابقة كان يقول اقترب الوعي ثم مضى مئة سنة ولم يقع ولا يبعد أن يمضي ألف آخر ولا يقع ولو صح إطلاق لفظ القرب زمانا على مثل هذا لا يبقى وثوق بالإخبارات وأيضا قوله اقتربت لانتهاز الفرصة والإيمان قبل أن لا يصح الإيمان فللكافر أن يقول إذا كان القرب بهذا المعمى فلا خوف منها لأنها لا تدركني ولا تدرك أولادي ولا أولاد أولادي وإذا كان إن كانها قريبا في العقول يكون ذلك ردا بالغا على المشركين والفلاسفة والله سبحانه وتعالى أول ما كلف الاعتراف بالوحدانية واليوم الآخر وقال اعلموا أن الحشر كائن فخالف المشرك والفلسفي ولم يقنع بمجرد إنكار ما ورد في الشرع بيانه أما ورد الشرع ببيانه فخالف المشرك والفلسفي ولم يقنع بمجرد إنكار ما ورد الشرع ببيانه ولم يقل لا يقع أو ليس بكائن بل قال ذلك بعيد ولم يقنع بهذا أيضا بل قال ذلك غير ممكن ولم يقنع به أيضا بل قال إن امتناعه ضروري فإن مذهبهم أن إعادة المعدوم وإحياء الموتى محال بالضرورة ولهذا قالوا أئذا متنا وقالوا أئذا كنا عظاما وقالوا أئذا ضللنا في الأرض كل ذلك بلفظ الاستفهام بمعنى الإنكار مع ظهور الأمر فلما استبعدوا لم يكتفي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ببيان وقوعه بل قال إن الساعة آتية لا ريب فيها ولم يقتصر عليه بل قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة ولم يتركها حتى قال اقتربت الساعة وقال واقترب الوعد الحق وقال اقترب للناس حسابهم اقترابا عقليا لا يجوز أن ينكر ما يقع في زمان طرفة عين لأنه على الله يسير يقول الله عز وجل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير كما أن تقليب الحدقة علينا يسير بل هو أقرب منه بكثير والذي يقويه قول العام إن زمان وجود العالم زمان مديد والباقي بالنسبة إلى الماضي شيء يسير فلهذا قال اقتربت الساعة وأما قوله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين فمعناه لا نبي بعدي فإن زماني يمتد إلى قيام الساعة فزماني والساعة متلاصقان كهاتين ولا شك أن الزمان زمان النبي صلى الله عليه وسلم وما دامت أوامره نافذة فالزمان زمانه وإن كان ليس هو فيه كما أن المكان الذي تنفذ فيه أوامر الملك مكان الملك يقال له بلاد فلان يقال له بلاد فلان إذا كانت أوامره نافذة فيها فإن قيل كيف يصح حمله على القرب بالمعقول مع أنه مقطوع به قلت والقائل الإمام كما صح قوله تعالى لعل الساعة تكون قريبة فإن لعل للترجي والأمر عند الله عز وجل معلوم وفائدته أن قيام الساعة ممكن لا إمكانا بعيدا عن العادات كحمل الآدمي في زماننا حملا في غاية الثقل أو قطعه مسافة بعيدة في زمان يسير فإن ذلك ممكن إمكانا بعيدا وأما تقليب الحدقة فممكن إمكانا في غاية القرب وأقول إلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في أواخر هذه السورة وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاَحِدَةٌ كَلَمْحِ الْبَصَرِ وقوله تعالى وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ المسألة الثانية الجمع الذي تكون الواو ضميرهم في قوله تعالى يروا وقوله يعرض غير مذكور فمن هم؟ نقول هم معلومون وهم الكفار تقديره وهؤلاء الكفار إن يروا آية يعرضوا المسألة الثالثة التنكير في الآية للتعظيم أي إن يروا آية قوية أو عظيمة يعرضوا المسألة الرابعة قوله تعالى ويقول سحر مستمر ما الفائدة فيه؟ نقول فائدته بيان كون الآية خارجة عن شوائب الشبه وأن الاعتراف لزمهم لأنهم لم يقدروا أن يقولوا نحن نأتي بمثلها وفائدته أيضا بيان كونهم معرضين لا إعراض معذور فإن من يعرض إعراض مشغول بأمر مهم فلم ينظر إلى الآية أو في الآية لا يستقبح منه الإعراض وفائدته أيضا بيان كونهم معرضين لا إعراض معذور فإن من يعرض إعراض مشغول بأمر مهم فلم ينظر في الآية لا يستقبح منه الإعراض مثل ما يستقبح لمن ينظر فيها إلى آخرها ويعجز عن نسبتها إلى أحد وعن الإتيان بمثلها ثم يقول هذا ليس بشيء هذا سحر لأن ما من آية إلا ويمكن للمعاند أن يقول فيها هذا القول المسألة الخامسة ما المستمر نقول فيه وجوه أحدها معناه أنه دائم فإن محمد صلى الله عليه وسلم كان يأتي كل زمان بمعجزة قولية أو فعلية أرضية أو سماوية فقالوا هذا سحر مستمر دائم لا يختلف بالنسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم بخلاف سحر السحرة فإن بعضهم يقدر على أمر وأمرين وثلاثة ويعجز عن غيرها وأما هو أي محمد صلى الله عليه وسلم فهو قادر على الكل وثانيها مستمر أي قوي من قولهم حبل مرير الفتل من المرة وهي الشدة على ما قال تعالى في وصف جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى وقال في آية أخرى ذي قوة عند ذي العرش مكين فالمرة معناها القوة والشدة وثالثها أنه من المرارة أي سحر مر مستبشع في نظرهم ورابعها مستمر أي مار ذاهب فإن السحر لا بقاء له لأن السحر تخيل فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى والسحر لا يغير حقيقة الأشياء بل يؤثر على أبصار من يشاهده لهذا قال الله عز وجل سحروا أعين الناس واسترهبوهم ثم قال تعالى وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر يقول الإمام قوله تعالى وكذبوا واتبعوا أهواءهم يحتمل أمرين أحدهما وكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم المخبر عن اقتراب الساعة وثانيهما كذبوا بالآية وهي انشقاق القمر فإن قلنا كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقوله واتبعوا أهواءهم أي تركوا الحجة وأولوا الآيات وقالوا هو مجنون تعينه الجن وكاهن يقول عن النجوم ويختار الأوقات للأفعال وهو ساحر فهذه أهواءهم فإن قلنا كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقوله تعالى واتبعوا أهواءهم أي تركوا الحجة وأولوا الآيات وقالوا هو مجنون تعينه الجن وكاهن يقول عن النجوم ويختار الأوقات للأفعال وهو ساحر فهذه أهواءهم وإن قلنا كذبوا بانشقاق القمر فقوله واتبعوا أهواءهم أي في أنه سحر القمر وأنه خسوف وأن القمر لم يصبه شيء فهذه أهواءهم وكذلك قولهم في كل آية وقوله تعالى وكل أمر مستقر فيه وجوه وقوله تعالى وكل أمر مستقر فيه وجوه أحدها كل أمر مستقر على سنن الحق يثبت والباطل يزهق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وحينئذ يكون تهديدا لهم وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كقوله تعالى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم أي فينبئكم فينبئكم بأنها حق ثانيها وكل أمر مستقر أو وكل أمر مستقر في علم الله تعالى لا يخفى عليه شيء فهم كذبوا واتبعوا أهواءهم والأنبياء عليهم السلام صدقوا وبلغوا ما جاءهم كقوله تعالى لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء وكما قال تعالى في هذه السورة وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر ثالثها هو جواب قولهم سحر مستمر أي ليس أمره بذاهب بل كل أمر من أموره مستقر وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية الثالثة ونقف عند الآية الرابعة وهي قوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين